خلينا نروح لأخبارنا النهاردة سريعاً عشان إن شاء الله نروح نستقبل ضفنا خلينا في البداية نتكلم عن كورة اليد كورة اليد إذا ما حضراتكم عارفين عندنا بطولة أبطال الكؤوس للتعامل في المغرب في مدينة مكناس المغربية البطولة تتلعب من 24 أغسطس لحت 2 سبتمبر فريق كورة اليد بيستعد بأربع مباريات ودية عندنا إن شاء الله مباراة مع سموحة طبعاً سافرنا سكنديري نلعب المباريات دي مع أسكر مغلق وأربع مباريات سموحة نلعب النهاردة بكرة مع الأولومبي يوم الثلاث مع نادي البنك الأهلي وآخر مطشط هيبقى قدام أصحاب الجياد فريقنا هتسافر يوم السبت اللي جاء إن شاء الله هتروح المغرب والبطولة بيشارك فيها تمن أندية الأهل المصري فاب الكاميروني ودات سامارة المغربي انتر كلوب الأنجولي سكوتو ريمال نيجيري والنجم الأحمر الإفواري وأسفى السنغالي وجي اس كي الكنغولي وفي أخبار جاينا إن أحد الفرق ممكن يعتذروا ويعتذر فرق أوتين هعتذروا ومرشح يخش مكانهم فريق أثيوبي أو نادي الزمالك المصري ودي أخبار حصل إحنا جابنا لكم الحقيقة لسه وهيبان الكلام دا نهاية يامتى بكرة الاتنين في القرعة بكرة القرعة تعمل في المغرب وهيبان إذا كان نادي الزمالك المصري أو الفريق الأثيوبي هيخش مكان أحد الفرق اللي مش هتروح